ربنا سبحانه وتعالى أيضاً أطلق صفة الشكور على بعض العباد ففي سورة سبق قال وقليل من عبادية الشكور وأيضاً الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدة عائشة رضي الله عنها أفلا أكون عبداً شكورا؟ من هو العبد الشكور يا مولانا؟ طبعاً العبد هو قليل من عبادية الشكور لأن الشكور هو الذي يؤدي شكر النعمة ونعمة الله سبحانه وتعالى محيطة بالإنسان في كل لحظة من لحظات يومه طول حياته فيعني يصعب جداً من تجده ينتبه ويلتفت إلى هذا المعنى في كل حركاته وسكناته ويشكر الله قليل من عبادية الشكور فهم قليل لأن الإنسان كما قلنا مثلاً أنه يأكل ويشرب وينام ويهيال أن واجبات الأكل يعني من حقه أو شيئاً فشيئاً العادة تبدل عنده ملكة التأقذ لمن وضع أمامه هذا أو مهد له هذا الطعام يعتبر النعمة تحصيل حاصل طبعاً كأنه أو من ألبسه ومن ألبسه ونذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع كل تصرف من هذه التصرفات بالشكر لله والدعاء لله والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى طبعاً لأنه طبعاً كان إذا مثلاً لبسه يقول الله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوى اللهم ألبثني من سياب الجنة ثم كان دا الشكر اللفظي ثم يعمد إلى ثوبه الخلق القديم فيتصدق به نظامه كده دا الشكر للعملي قليل اللي هو طبعاً على هذا النمط في هذا الآية لكن الناس يشكرون طبعاً حين تأتيهم نعمة كبيرة تلفت أنظارهم أو حينما مثلاً يقعون في ضائقة ثم تفرج عنهم هذه الضائقة فإذن ليس العبد شكر بالمعنى يعني هو قليل وده واضح معروف يعني حتى معظم المؤمنين كلهم يعني تقريباً ما عدا يعني الناس اللي هم متأقذين للحضور الإلهي معهم في كل حركاتهم وسكناتهم